المشكلة الحقيقية في غسا والبنك الغربي وأن نحل تلك المشكلة للجميع ليس حسب في أن نقفها وبعد ذلك تعود مرة أخرى ولكن نحتاج إلى أن نحل تلك المشكلة الجذرية لأن ليس لدينا أي حلول مستدامة لذلك نحن نحاول أن نشرح تلك الجوانب أود أن أنتقل إلى الزملائي أنت قائد من الجمهورية الهاشمية الأردنية وكما تشاهد ما هو شعور الشعب الأردني فيما يحدث بمنطقة فلسطين والحروب التي بين غزة وإسرائيل هناك لدينا تطلعات في أن نعلم ما هي رسالتكم الأساسية في أن تساعدون في توقف ذلك الحرب شكرا جزيلا ديفيد وما ذكروه زملائي بشكل واضح وليس فقط في أنه قتل الفلسطينيين بشكل بسيط ولكن هناك أيضا جوانب أخرى تاء لشعب المنطقة إن كان السلام لإسرائيل ممكن سيقولون لا فقد عانت الآن إسرائيل من هزيمة شكلها في المنطقة وعرضت سياسات حتى قبل الحرب في الضفة الغربية كانت تقتل أي أفق لتسوية سلمية لهذا النزاع بتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي حتى بالسماح للمضطرفين بأن يقرروا مستقبل الفلسطينيين ومثل بنكفير وسمورتيك في صنع القرار الآن كلهما دعا لمسح الشعب الفلسطيني عن وجه الأرض الرئيس الوزراء نتنياهو قال سيقنق أي طموحات فلسطينية لإنشاء دولة وفي هذا السياق سياق أحداث السابع من أكتوبر وما تبع ذلك وقتل المدنيين كلنا نددنا بقتل المدنيين من جانب الإسرائيلي وكان هناك قرار من الجمع العربية المرة الأولى ولكننا رأينا كيف تصرفت إسرائيل فهي تعاند العالم بأسره وحتى الولايات المتحدة فبنظرها تلتزم بالقانون الدولي وهي ليست كذلك بل تقتل المدنيين دون تمييز وتحرمهم حقهم بالطعام والدواء والماء و2.3 مليون فلسطيني رهائن لديها وتمنع دخول المساعدات الإنسانية وتعتبره مسروط بإسلاق السراح الرهائن وكلنا قلنا منذ البداية دون أي لبس أن الرهائن لا بد من تحريرهم إلا أن استخدام مسألة الطعام كوسيلة للضغط هذه مسألة غير مقبولة ما هو عمق المفهوم على ما يحدث في غزة هذه الحرب كسرت كل الأرقام القياسية في عدد الصحفيين الذين قتلوا والمستشفيات التي دمرت والكوادر الطبية التي قتلت وموظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا والأونر ورئيسها وجهوا رسالة للجمعية العمومية بأنهم يتوقعون وفاة زملائهم ومارتين جريفست قال أن المنظوم الإنسانية تنهار هناك كارثة حقيقية تتمثل وحتى الجميع لم يأتي لدرجة كافية ليقولوا أننا نقدر بعض القرارات بأنهم لن يسمحوا بتهجير غزة وعدم إدخال المساعدة الإنسانية لكن عدم الدعوة لوقف إطلاق النار هذا أمر غير مقبول فكم من الفلسطينيين يجب من قتلهم كي يدرك العالم أنه كفانا ما كفى وحق الدفاع عن النفس لا أريد أن أدخل بمساعدة حجج قانونية فأن أقول أن المحتل ليس له الحق في الدفاع عن النفس لنضع هذا جانباً قتل الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال سبع ألاف قتلوا جثث الأطفال تحللت تحت الركام كيف يبرر هذا بأي شكل إن كان؟ ضحايا هذه الحرب يتجاوزون المأساة قتل الأعداد الكبيرة وتدمير الحياة وتدمير المجتمع بأكمله ومصداقية القانون الدولي يبدو أنها قد تهدمت أمام نظرينا فهي لا تطبق بشكل ثابت وهذه المجازر وهي في فحواها بنهاية هي عبارة عن جريمة إبادة هل سنبقى ونشاهد هل تعتقدون أن في هذا الجو نجلس إلى جانب أي وزير إسرائيلي نجلس لنتحدث عن تعاون اقتصادي كنا دائما نختار السلام ورسالتنا لأصدقائنا أننا لا نطلب منكم أن تكونوا ضد إسرائيل بل أن تقفوا مع الحق ومع السلام فهذه الحرب تؤدي إسرائيل إضافة إلى كل الضرر التي تسببه لكن في نهاية الأمن ندعوكم لأن تقفوا مع السلام ومع شعوب المنطقة التي تعيش بسلام هذه الحرب لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل ولن يكون لإسرائيل أمن إن لم يحصل فلسطينيين عن الأمن والسلام ساعدوا إسرائيل لكن لا تساعدوها باستمرار الاعتداء والعدوان الذي سيسيطر على المنطقة كاملة لسنوات قادمة وسيرسم أفق الأجيال القادمة في مصر والأردن وفي دول أخرى أطفال في العاشرة والحدي عشر من العمر يرفضون أن يشتروا سلع من شركات تتعاون وتدعم الجيش الإسرائيلي كيف نأتي إلى هؤلاء الشباب والفتية وأن نقول لهم أننا سنصلع السلام مع هذه الدولة آخر شيء أود أن أقوله أننا كلنا نتفق أننا لن نتحدث عن غزة بمفردها أو بمعزل لأن هذا إخفاء كبير وهو أمر لا يمكن المضي به وهذا ما يحدث هو أن إسرائيل تقوم بما يحلو لها برفض أيضاً كل ما يدعو إليه حلفائها أيضاً لن ندخل في أي توجه نحو غزة ونتنياهو يود أن يتعامل معه بأفق السلام الذي طبقه على الدفة الغربية ولا نريد هذا أن يتكرر نحن بحاجة لولايات المتحدة كشريك وصديق له دور في إحلال السلام وأن تكون رائداً في قيادة هذه العملية لإحلال السلام للجميع وأهم طريقة لذلك هي وضع خطة وليس عملية بعد ثلاثين عام من الإخفاء في عملية السلام لا بد من وجود الخطة بهدف واضح لإقامة دولتين وأليات تصلنا إلى هذه النتيجة وجدول زمني وأن نقوم بكل ما يتوجب علينا جميعنا لإنجاح هذه الخطة وهذه هي الطريقة الوحيدة لجلب السلام للإسرائيليين والفلسطينيين والسلام للمنطقة التي تحتاجه كل شيء شكراً لك وأفتح هداف واضحة والوصول إلى النتائج يبدو أنه أصعب ما فيها سنتقل إلى زميلنا أو صديقنا من مصر وبوجودنا على هذا الجانب من الصراع نود أن نسمع رأيكم في ما نواجهه من واقع اليوم هل لك أن تعطينا فكرة شكراً ديفيد التحديات التي أتت من هذا النزاع هي مهولة بالنسبة لما تشكله من تهديد لأمن والسلم في المنطقة فهذه المنطقة ستعاني من هذا الصراع إقليمياً ودولياً الوضع أعتقد أنه يمكن أن نحقق شيء وهو وقف العمال العدائية وما من مشكلة أو أزمة حلت إلا بوضع بيثاق الأمم المتحدة ووضع القرارات اللازمة بشكل سلمي وعبر القنوات الدبلوماسية هذا ليس بزد الصراع الوحيد بين حماس وإسرائيل هذه المرة السادسة التي تكون فيها مصر مسؤولية تدخل كما كان الحال في الأزمة السابقة هناك علاقة قائمة وتفهم أنه بعد كل مواجهات تأتي فترة هدوء إلا أنه تجاهل الأفق السياسي والتعامل مع صراع الفلسطيني الإسرائيلي بمجمله وتطبيق الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطينية أدى إلى هذه الدورة من العنف والكراهية والعداء وقيدة القدرة على تخليص المنطقة من هذا الوضع والدخول إلى مرحلة جديدة من التكامل الإقليمي والتعاون مرة ثانية علينا أن لا نتعامل مع هذا الصراع بمعزل عن الإطار العام الكامل والغاية النهائية هي تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة بالوصول إلى حل الدولتين ما يجري الآن كما أشار أيما هو يقود قدرة ومصدقية النظام العالمي وهناك شعور متزايد في جنوب الكرة الأرضية على ازدواجية المعايير وقبول هذا الحجم من المعاناة الإنسانية وعدد ضحايا من الأبرياء سبعة ألف طفل ثلث الساعة عشر ألف هم من النساء والأطفال وهناك قبول عام لهذا الأمر وهناك مؤسسات الدولية قالت أن هذا الأمر غير إنساني وهو كارثي وأيضا من تعتقلهم إسرائيل ممن يهانون وينكل بهم ويعرون وهناك صور تذكرنا بحقبات وظروف سابقة لم نكن نقبل فيها مثل هذه الصور تعرض الآن مرة ثانية والمشكلة أنه لا يوجد ما يكفي من التنديد بهذه الحالة من اللا إنسانية التي يعامل بها المعتقل بشكل مؤلم وأعتقد أن تبعت دعوة الأمين العام للقرار تسعة وتسعيد من مثق الأمم المتحدة هو بسبب الانهيار التام للوضع الإنساني في غزة وهو أمر لابد أن يعالج فولا ومن خلال مسؤوليات مجلس الأمن هناك قرار وذلك القرار سيكون قيد الدراسة اليوم وسيكون مضر بسمعة مجلس الأمن وأي هيئة لا تدعم وقف الأعمال العدائية وسيؤدي إلى تقويد للثقة بالنظم التعددية والقرار الذي قدمته هذه المجموعة لتوفير إمكانية الدخول للمساعدات الإنسانية دون أي عواق مسألة النزوع هذه جريمة حرب لكنها حدثت وما زالت تحدث وكثير من شركائنا يعالجون المسألة من منظور دفع إسرائيل أن تحترم القوانين الدولية لكنهم لم يفعلوا شيء وفي كثير من المناسبات نرى أن هناك عندما يتعلق الوضع بأطراف أخرى من المجتمع الدولي كان هناك تأكيد على أن يحترموا القيم التي ننادي بها نحن نعيش بهذا الوضع الخطير النزوع سواء داخلي أو خارجي في غزة وفي الضفة الغربية هو بالتأكيد غير مقهول فالفلسطينيين أنفسهم يدركون هذه الإجراءات التي تتخذ من أجل تهجيرهم قسرياً بالضغط المستمر عليهم من الأعمال العسكرية أو ربما الظروف اللا إنسانية بمحدداتها مثل الوضع الصحي عدم وجود خدمات صحية ودواء وغداء ومياه وأيضاً معبر الرفح من الجانب الفلسطيني تعرض لقصف هذا سيجعل المنظومة تنهار أيضاً التشويه والانحرافات التي نراها سواء فتح أو غلق معبر الرفح والحديث عنه هو أمر غريب لأن هذا المعبر لم يغلق أبداً وهو ليس جزء من العزلة أو فرض حصار على غزة فمعبر الرفح هو معبر للشعوب يستلقى الفلسطينيين القادمين من أجل العلاج أو الدراسة وكان مفتوح إلا أنه لم يكن مناسباً بسبب قصفه عدة مرات والاهتمام كان لأمور السلامة والهدف من قصفه هو لإعاقة حركة المدنيين الجامعة العربية نددت بما حدث بالسابع من أكتوبر وأنه من غير المقبول استهداف المدنيين وأخذ الرهائن ودعونا للإطلاق الفوري لسراح الرهائن ومسألة المعتقلين الفلسطينيين التي سلط عليها الضوء في هذه العملية رأينا أطفالاً معتقلين وهناك وضع سواء في غزة أو في الضفة الغربية حيث الاعتقال يتناقض مع القوانين الدولية ومراحت المعالية هذا إجراء متبع ونحن سلطنا الضوء على مخاطر التي تهدد المصداقية في كيفية التعامل مع هذا السراع بشكل غلياً سجموا مع المعايير التي وضعناها ونأمل أن ستكون هناك فرصة اليوم لأن نوضح أن مجلس الأمن سيكون قادر على تولي مهامه ومسؤولياته ولكن للأسف هناك من سيعارضون مبدأ وقفة لقنار وكثر سيعتبرونه كقبول للوضع الموجود حالياً في غزة شكراً لك ماليك وأعتقد أنكم كلكم كنتم واضحين برسالتكم ورأيكم بكيفية التعامل مع هذه المأساة الكبيرة أن ننتقل إلى الجمهور وسنأخذ أسئلة وأعتقد أننا ربما نعود للأسئلة إن لم يتم تبني قرار وقفة لقنار في نيويورك ولكن هل ستحدث معجزات في مجلس الأمن وما هي الخطوات التي تلي مثل هذا القرار وكيف يمكن أن نصل إلى الأهداف لدينا بضعة أسئلة من المشاركين على الأونلاين والإدارة الشرعية في غزة من ستكون مسؤول عن غزة؟ شكرا مارسا أعتقد أننا أوضحنا أننا سلن ندخل بمسائل المتعلقة بإدارة غزة حتى تنتهي هذه الحرب فهذا يعني كأننا نوافق على تدمير غزة وكل ما يقومون به وثانيا قلت أن غزة بمفردها لن يكون هذا هو الأسلوب بل سنعمل للتوصل إلى حل دائم للنزاع وأن يكون حل لهذه الأزمة بشكل متكامل بضفة وغزة وعاصمة القدس ولا بد من وجود نهاية وعملية وليس مجرد عملية بل خطة لا يمكن أن تراجع عنها وأن تنفذ وعندما يحدث ذلك سنبذل كل الجهود بعد ذلك هذا الأمر الوحيد الذي نعتقد أنه سيجلب السلام الدائم والشامل الذي سينقذ المنطقة كاملة من أن يعود ليعيش البشاعة التي شهدناها أعتقد أن السؤال يجب أن يطرح على الحكومة الإسرائيلية إلى أي مدى سيستمرون وما هو هدفهم حتى الآن لم نرى سوى غضب وانتقام يؤخذ من المدنيين لا أريد أن نأخذ بالأرقام والأرقام الصادمة وكلنا نعرف أثر ذلك العدوان على الفلسطينيين وعلينا أن نطرح سؤالاً هل لأحد أن يقول لي إن كانت إسرائيل أجابت على هذا السؤال ماذا تريد إسرائيل؟ ديفيد أنت كنت مشارك في هذه الأزمة ماذا تريد إسرائيل؟ هل هو حل الدولتين؟ قالوا كلا ليس ذلك ما يريدونهم قال نتناه أنه طالما هو موجود لن يسمع بحل الدولتين وبالتالي لن يسمع بحل المشكلة فإن اعتقد أن الفلسطينيين سيتخلون عن حقهم في تقرير المصير ودولتهم فهو لا يجيد قراءة الدروس والعبر عبر التاريخ هو يريد استمرار هذا الصراع وهناك مسألة الضفة الغربية هناك أكثر من 300 هجوم من المستوطنين على الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر هناك معدل يومي من ستة مستوطنين يستهدفون الفلسطينيين وكان هناك إعلان على عدم وجود توسع استطاني يقسم قدس عن أراضي الدفة لكن الآن الإسرائيليين يأتوا ليقولوا أنهم لا يعترفون بحق الفلسطينيين ونزع الصفة الإنسانية عن الفلسطيني هي مسألة مستمرة والمسألة ليست مجرد ما يحدث في غزة سأعيد السؤال كل النظريات التي عرضت من يدير غزة يدير ماذا؟ هل إدارة غزة وبحالة الحصار الذي عاشوه لسنوات وسنوات قبل 7 أكتوبر بوجود إسرائيل لديها صلاحية لأن تأتي بأي وقت وأن تدخل وأن يقوم بعمليات عسكرية في غزة وتجويع الشعب لن نكون نحن من يفرد الواقع البشع الذي ستفرده إسرائيل بدمار أكبر وقتل أكثر وألم أكثر وهذا سيجعل غزة غير قابلة للإدارة أصبحت أرض يا باب دمرت بالكامل ورأينا الصور هل لي أحد أن يخبرني ويشرح لي لماذا الجرفات تخرب الشوارع والمباني والأشجار والهدف الاستراتيجي سوى توجيه رسالة للفلسطينيين هو أنه لن يسمح لكم بالعودة أبدا وعندما تدفع كل السكان في غزة إلى يعيشوا على أقل من 66 بالمئة من أراضي غزة دون مدارس ولا مؤسسات ولا نظام صحي ولا مياه فإنك تدفعهم للخروج ونحن الأردن ومصر وكل شركائنا العرب لن نسمح بتشريد الفلسطينيين خارج أراضيهم وعندما يأتي الأمر للضفة الغربية هذا يعد كما قال جلالته أن هذا بمثابة إعلان حرب علينا إسرائيل تحاول أن تحل المشكلة التي تسبب بها الاحتلال على حساب أمني وسلامة سلام المنطقات إسرائيل تقوم بعدوان أنه غير شرعي غير قانوني غير إنساني على الشعب الفلسطيني خلق واقع مرعب والعالم يراقب وإخفاقنا في دعم هدة إنسانية هو بمثابة موافقة لمزيد من القتل الفلسطينيين والتزام بجرائم الحرب وتهديد مستقبل المنطقة بما في ذلك أرواح الإسرائيليين الشيخ محمد تحدث عن الرهائن وكلنا نتحدث نوافق على إطلاق سراح الرهائن تم إطلاق سراحهم فقط عندما كان هناك هدى باستمرار الحرب إسرائيل توجد ظروف تجعله من المستحيل أن يتم إطلاق سراح الرهائن وهذا سيعطينا فكرة أيضاً عن أولويات الحكومة الإسرائيلية ويبدو أنها لا تفكر بطبيعات ذلك شكراً لك أتحرك بما قاله بلينكين في اجتماع مجموعة السبعة في توكيو قبل شهر تحدث عن مبادئ ربما أكون مخطئ في بعضها لكن تنسجم مع رسالتك اليوم إلا أنه كيف نصل إلى هذه الأهداف ربما من خلال الأسئلة نستطيع إصداح هذه المسائل الأكثر مزيد من الأسئلة من المتابعين أونلاين هل يمكن الآن أن يتم إقامة عملية سلام؟ لابد من ذلك وإن لم نفعل فإننا نهيئ نفسنا لإعادة لهذا السيناريو مرة ثانية بعد سنة سنتين أو أكثر كلنا لابد أن نلتزم بسلام دائم وحقيقي هدافنا وهي إرادة المجتمع الدولي إلا أنها كانت مجرد لغة خطابة حول السلام كلنا نتحدث عن حل الدولتين مجرد حديث وهناك إجماع بأن حل الدولتين هو الضامن الوحيد للأمن والسلام لشعوب المنطقة في الشرق الأوسط إلا أننا لم نفعل ما يكفي لضمان تحقيق ذلك هناك مساحة للجميع الآن دورنا كمجتمع دولي أن نفي بمسؤولياتنا وأن نقوم بما يتوجب علينا فعله لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده لأكثر ما ينبغي وكان فيه صفق للدماء أكثر مما ينبغي من كل الطرفين أقول أننا ملتزمين في العالم العربي والإسلامي للسلام وعلي حل الدولتين وللعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك شكرا لك سمو الأمير ربما السؤال التالي لرئيس الوزراء القطري كان لكم دور مفاعل ليس في هذه القضية بل قضايا أخرى هل لنا أن نستفيد من وجهة نظرك؟ أعتقد أن زملائي تحدثوا عن هذه القضية بداية لا نستطيع أن نتحدث عن اليوم التالي للحرب لأننا نتحدث عن أزمة تحدث اليوم الأولوية هي وقف الحرب وإيجاد حل عبر التفاوض لمسألة الرهائن ومن ثم مناقشة الوضع لما بعد الحرب في ملحرة لاحقة بالنسبة للمساعدة أو الدعم الذي يقدم من المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية إضافة إلى الدعم المالي الذي تحصل عليه من بعض الدول لم يكن هناك دعم من المجتمع الدولي من أجل توفير أفق سياسي للشعب الفلسطيني ولأي هيكلية يمكن أن توضع من أجل الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة إن لم تكن مدعومة بعمليات سياسية سننتهي بنفس المأل ونحن نؤمن بأن هذه القضية هي قضية بحاجة لقرار فلسطيني قبل كل شيء ومن ثم دعم من المجتمع الدولي لتزويدهم بذلك الأفق السياسي الذي على الأقل يشرع عن سلطتهم وصلاحياتهم كحكومة أمام شعبهم شكراً ربما نسمع من سيد شكري حول سؤال التالي سؤالين عن حماس لا أم يذكر أحد حماس كيف تجدون دور حماس في هذا النزاع وفي الحل المحتمل وحماس عندما كسرت وقفة لقنار يبدو أنها ليست موافقة لحل الدولتين كيف يمكن أن نتعامل مع مسألة حماس؟ إن كنت سأتحدث عن هذه المسألة فكل الدول التي تدعم حل الدولتين هي المسؤولة عن التعامل مع طبيعة حماس هي وليدة الإخوة المسلمين وهي عقائدية التوجه ولها تعاطف في الضفة الغربية بين الفلسطينيين بسبب أساسي وهو عدم وجود أفق سياسي وإنجاز سياسي في إنشاء دولة فلسطينية وفكرة ذات صلة لإيجاد المبرر لحق المقاومة مقاومة الاحتلال وجود الاحتلال هو الأساس الذي أدى إلى هذا التطرف وإلى العداء وأوجد المجال لمثل هذه العقائد التي ترتبط بها حماس وأفضل طريقة لهزيمة هذه العقيدة أو الفكرة هو إيجاد فكرة أفضل أكثر قبولاً أكثر أن تكون أيديولوجية بناءة تحقق طموحات الشعب بحياة أفضل لهم ولأبنائهم ولا تكون معرضة لإدخالهم بمواجهات عسكرية دون أسباب وأداع السبب وهو الاحتلال ربما نستطيع أن نتخيل اليوم يسود فيه السلام ويعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنباً إلى جنب هناك كثير من التعاون والعلاقة القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين الناجحة وهناك زواجات مختلطة وهناك 20% من الإسرائيليين العرب من السهل أن نتخيل مستقبل أكثر إشراقاً من دائرة العنف والمواجهات هذه التي تعيق تطوير المنطقة والإزدهار الاقتصادي وبالتأكيد حجم المعاناة الإنسانية نأمل أن كل الأمور ستأخذ منحاً عقلاني والتوجه نحو حل الدولتين والسؤال حول العملية العملية ليست ما نحتاجه في هذه المحرة كنا أمام عملية منذ ثلاثين عاماً منذ أوسلو لكنها دون تنفيذ كلنا نعرف هذه الأبعاد وحتى اللغة وحتى المصطلحات حل الدولتين هناك دولة إسرائيل معترف بها في الأمم المتحدة لكن ما ينقصنا هو دولة فلسطينية لها حق بتقرير مصيرها وفقاً لمبدأ تقرير المصير والقيم التي تسعى إليها كل الشعوب وتروجها هنا في الولايات المتحدة وفي أوروبا الغربية وفي كل دول العالم لماذا على الفلسطيني أن يستمر في أن يكون في هذه المرحلة من التجميد بعدم إمكانية وصوله إلى حقه في تحقيق طموحاتهم ننتقل للسمو الأمير في السؤال التالي بضعة أسئلة من المشاركين الضغط الأمريكي أخفقه وهناك ضغط آخر هل يمكن لوحدتكم أن تدفع إسرائيل لوقف عدوانها؟ والمبرر هو حقكم في الحماية ضمن منظومة الأمم المتحدة هل من تعليق على ذلك من ناحيتكم؟ هل تتخذون وحدة سياسياً كقوة الدول التي تمثلونها بأن تهددوا بالتدخل العسكري عندها تتوقف إسرائيل عدوانها؟ والمبرر لهذا الإجراء هو حق الدفاع والحماية أولاً كلنا المتحدين ليس هنا فقط على المنصة بل دول الجامعة العربية والأمور التي نتفق عليها أن العنف ليس هو الحل ولا ندخل إلى هذه الدائرة من العنف والتهديد والتهديد المقابل هذا على مستوى الدول الحل ليس ذلك بل هو وقف اطلاق النار المسألة ليست مسألة ثقل الثقل والضغط لم يخفق بل لم يطبق هناك ضغط كبير في مؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف والانتقال إلى تهديد بالعنف أعتقد أنه ليس الحل التزامنا بالسلام ومنطقة مسالمة ونواصل تأييد ذلك ونستخدم ثقلنا في هذا الاتجاه وفي هذا المنظور شكرا سمو الأمير سؤالين ثم نعود إليك ديفيد لإغلاق الأجلسة بالنسبة لوقف اطلاق النار كيف تشكل هذه بشكل لا يسمح لحماس بأن تستفيد من هذه الهدنة الهدنة بالتعريف هي باتفاق الطرفين وإن كان هناك وقف اطلاق النار ستريننا كلنا نعمل على ضمان استمرار هذا الوقف لإطلاق النار لأنه ما سيقوم به هو وقف القتل والدمار وإدخال المساعدة الإنسانية والسماع باستئناف المباحثات لإطلاق سراح الرهائن والأسرار لكن اسمح لي أن أضيف قضية لا بد أن تكون في جوهر نقاشنا لا يوجد سلام في الشرق الأوسط حتى الآن لماذا المجتمع الدولي قاطبة دول عربية ومسلمة كلنا وضعنا عرضا على الطاولة لعلاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل على أن يحل تحل القضية وكلنا اتفقنا وشاركنا ولكننا لم نصل إلى حل الدولتين هل هذا بسبب حماس؟ كلا هل كان هناك حل دولتين؟ إذن كنا ننقل لكم ونتابع معكم هذه الجلسة للجنة الوزرية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية ضمن برنامج الشرق الأوسط تابع لمركز ويلسون للأبحاث في واشنطن لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة